السلام عليكم أسعدكم الله بكل خير مرحبا بكم معي من جديد على قناتكم البساطة مع كريمة كنتمنى هذا الفيديو إن شاء الله يلقاكم في أحسن الأحوال اقتراح لكم ونحضر معكم الشهدة أو خلية النحل اللي كتجي أكثر من رائعة سهلة بمقادير مضبوطة كتجي خفيفة قطنية سهلة في التحضير كنتمنى إن شاء الله تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم خليكم معي للآخر باش تعرفوا عن المقادير وكذلك باقي ما راح يلتحضر برجة ممتعة من نسبة للمقادير عندي كأس ونصف من الحليب كذلك عندي كأس إلا ربع من زيت المائدة كأس إلا ربع من السكر حبيبات ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية ثم عندي كيس من خميرة الحلويات وكذلك سكر فانيليا وجوج بيضات وعندي 500 غرام من الدقيق المرحلة الأولى كنوضة الحليب طبعا الحليب دافي بالنسبة للمقادير مضبوطة بالعبار سنخليها لكم إن شاء الله في صندوق الوصف ثم سنضيف الخميرة كذلك سنضيف كأس من الدقيق في المرحلة الأولى ثم سنضيف السكر ونخلط المكونات جيدا هذا المرحلة هذه مهمة كتسرع اختمار البريوش دينا ونغطيها ونخليها مدة 10 ديال دقائق مباشرة بعد ما خليتها 10 ديال دقائق نضيف الزيت ونضيف باقي المكونات نضيف الزيت كما تلاحظوا ونخلط كذلك ثم سنضيف البيض كذلك سنضيف سكر فانيليا هذا البريوش هذا سهل في التحضير يعني بدون دلك ثم سنضيف رشة ديال الملح ونخلط كذلك هذه المكونات مزيان طريقة سهلة سريعة بدون يتاعب ونضيف هنا الدقيق طبعا ضفت 500 غرام ونلاحظ كي يبقى دائما لحسب النوعية ديال الدقيق يمكن لكم اضيفه اقل او اكتر ثم نضيف كيس من خميرة الحلويات للوزن 100 غرام بالنسبة للدقيق انا ضفت 500 غرام كذلك زد ضفت نصف كاس بالنسبة 500 غرام ما يعادي 5 ديال الكيسان العبار طبعا بالكاس ديال العنبة كذلك زد ضفت نصف كاس بالنسبة للقوام ديال العجينة ضروري ان العجينة ديال البريوش تكون خفيفة باش ينجح معكم البريوش ويجي خفيف كما غتلاحظوا ما غدي ندلقو موالو مباشرة غدي نجمعو ونغطيه طبعا دهنتو بالقالي من الزيت ونغطيه طبعا ونخليه اختامر لمودة الكافية طبعا ضروري يخصو يختامر كما كتلاحظوا غطيتو هنا بالكيس الفلاستيكي وخليته تقريبا نصف ساعة غطيت ضعف الحجم دياله مباشرة هنا يعم بعد ما اختمرت لي العجينة كما كتلاحظوا نحاول انني نخرج من هذاك الهواء كذلك ندهني ديب الزيت لان العجينة خفيفة كما كتلاحظوا وهذه نشكلها كويرات اللي يكونوا متساويين طبعا انا مستعملت الميزان لوالو يعني عيني ميزاني ندرت كويرات اللي متساويين صغار كما كتلاحظوا هاد العجينة هادي خرجتلي تقريبا 16 الكويرا بالنسبة للمولد هنتو بزبدو كذلك رشيتو بالدقيق العبار ديال المولد اللي استعملت انا فيه 24 سنتيم بالنسبة للطريقة كما كتلاحظوا كنا نوضع القليل مش شكولات ديال الدهن واصلت كل كويرا ونحاول انني نسد على هات الشكل هادا كما كتلاحظوا نبسط العجينة ديال كما كتلاحظوا كويرا ديال العجينة ونوضع فيها القليل مش شكولات ديال الدهن هاد المرحلة هادي ممكن لكم استغناء عليها ولكن بهالطريقة هادي كيجي شهدة ديالنا رائعة لديدة بزاف خفيفة قطنية من اهم نجاح الشهدة او البريوش دروري العجينة تكون خفيفة وكذلك نخليوا العجينة ديالنا تختامر المدة الكافية من بعد المسالي تقريبا انا يا هاد المول هادا مهزليش ديال 16 الكويرا يعني بقى واحدة الربعة اللي خليتهم فرضيين درتهم على شكل قرس وخليت العجينة ديالي تختامر مرة اخرى كما كتلاحظوا ونضهنها بصفار بيضاء اللي ضفت لها القطارات من الحليب ونرشخ كذلك بالجلجلان او السمسم بكذلك الكويرات اللي بقاوليا قرستهم على شكل قرس ندهنهم بالبيض و نرشهم كذلك الجلجلان لان انا استعملت المول صغير فيه 24 سنتين فقط و دخلتها للفران طبعا على 200 درجة شعلت لي هالنار من التحت حتى لاحظت انها بدأت تحمر من الجوانب وهو التالت تحت كما كتلاحظو اخذت لي هاد اللون هذا الذهبي في اعلان كتجي اكتر من رائعة كما كتلاحظو كتجي قطنية خفيفة غاية في اللدة انا دهنت هنا بالقالل من الناباج كما كتلاحظو كتجي خفيفة قطنية كانت منها ان شاء الله تجربوها لانها كتستحق تجربها كتجي قطنية خفيفة غاية في اللدة اكيد غادي تجربوها وتعجبكم وانا نقطع معاكم باش شوفوا القوام ديلها من الداخل كما كتلاحظو كتجي رائع جدا كانت منها هذا الفيديو ان شاء الله يعجبكم وكلا عادل يعجبكم هذا الفيديو كانت منها انكم توصلوا الاكبر عدد من لايكات كذلك الاول مرة كيشاهد القناة ديالي كانت منها انو يشترك في القناة وكذلك يفعل زر تنبيهات زر تنبيهات بجدائم يوصلكم الجديد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر